أهلا وسهلا بكم على المنصة البس المباشر وهنبدأ رحلتنا النهاردة بالدغس الثاني والثالث في الوحدة الزبع لما النهاردة هنبدأ نبتدي نشتغل مع بعضنا هنتعلم مع بعض طبعا الدغس اللي هو الثاني استكشاف المتبينات والدغس الثالث حل المتبينات طيب لما نبدأ مع بعضنا يا أولاد النهاردة هنقدر نحن نحلل المواقف ونحدد كيف تختلف عن مواقف المعادلات يعني هنقرأ مواقف ونحللها وبعدين نحدد كيف تختلف عن مواقف المعادلات هنستطيع كمانا نستخدم خط أعداد لتمثيل حل المتبينات طيب تعالوا بقى نشوف النهاردة أول مثال عندنا لما نيجي نستكشف المتبينات من المواقف الحياسية يقول لك هنا أذكر بعض الصراعات المسموح بها للقيادة على الطريق فيه هو الطريق؟ أنا جبت لك صورة أهو وجبت لك لافتة وانت راكب السيارة بتاعتك أو راكب المكوباس أو الباص عندك هتلاقي على الطريق فيه لافتات اللافتة المكتوبة على الطريق بيقول لك أذكر بعض الصراعات المسموح بها للقيادة على الطريق لو لاحظنا أن هنا اللافتة الموجودة عندنا مكتوب عليها إيه؟ مكتوب عليها ستين ستين كيلومتر إيه؟ في الساعة ده السرعة بتاعتني طيب دلوقتي يبقى الستين دي هي المتحدد لنا صح؟ السرعة المسموح بيها يبقى الحد بتاعنا كان بستين طيب تعالا بقى نحدد السرعة يبقى ستين كيلومتر في الساعة وكمان ممكن يكون أفضعين كيلومتر في الساعة وممكن يكون خمسين كيلومتر في الساعة طيب يا مثل دلوقتي وإحنا بنحدد بناءا على إيه؟ بنحدد بناءا على اللي هي السرعة المتحددة قدامنا في اللافتة بيقول لك السرعة بتاعتك اللي تقدر تمشي بيها ستين طبعا وإحنا عارفين إنه هو بيبقى ستين أو الأقل فبالتالي تبقى 60 أو 40 أو كمان 50 وممكن 30 طيب يجي يقول لي سؤال تاني اذكر بعض السرعات الغير مصروح بها القيادة على الطريق ده انت اللافتة مكتوبة عندك متحددة في 60 طيب احنا عايزين بقى السرعات الغير مصروح بها يبقى كل ما يزود بقى عن ايه؟ عن 60 كل ما يزيد عن 60 زي مين؟ شطار اللي هي 70 كم في الساعة أو 80 كم في الساعة أو 90 كم في الساعة يبقى احنا هنا من خلال لافتة واحدة قدرنا ان احنا نبين او نحقق المتبينة اللي من خلال موقف الحياة ازاي حاطتلي لافتة على 60 كم في الساعة طيب هل يطرى سرعاتي أنا بقى عالطريق تبقى كام بالعربية يبقى 60 كم في الساعة أو أقل مين الأقل؟ 40 كم في الساعة مين كمان؟ 50 وقلنا ممكن 30 وممكن أقل طيب اذكر بعض السرعات غير المصروح بها القيادة عالطريق طبعا معناها أنها تفوق الستين يعني أكبر من الستين مين اللي أكبر من الستين؟ طبعا هنرسك الأعداد اللي هي تكون أكبر من الستين وهي تكون 70 كم في الساعة أو 80 كم في الساعة أو 90 كم في الساعة كده تمام؟ طيب هنروح دلوقتي على سؤال الثاني ويقول لي اختر الإجابة الصحيحة برضو على اللافتات لما بنشوفها في الطريق توضح لافتة على كبري أن الحد الأقصى نقرأ كده؟ كاتب إيه؟ الحد الأقصى للارتفاع للمرور أسفل منه يعني أنا عايزة عدي من تحت الكبري ويكون الحد الأقصى للعربية النقل المعدية بتكون خمسة وخمسة من عشرة سجل كل الارتفاعات المسموح لها المرور من الآتي اللافتة موجودة على الكبري كابين فيها الحد الأقصى للارتفاع خمسة وخمسة من عشرة متر مثلا سجل كل الارتفاعات المسموح بيها يبقى أقصى حاجة أقصى حاجة يبقى ديه أكبر حاجة أقصى حاجة يبقى ديه أكبر إيه؟ أكبر حاجة اللي هي كام؟ خمسة وخمسة من عشرة يبقى ديه النقطة الفاصلة بباعتنا يبقى خمسة وخمسة من عشرة هو ده الأخر حاجة لنا اللي هي اللي تعدي أو أقل طبعا ما ينفحش أكتر من كده لأنها تخبط في الكبري فبالتالي هختار بقى من الأعداد المكتوبة أختار 6 و 8 من 10 متر ولا اختار 10 متر ولا اختار 5 متر ولا اختار 6 متر طبعا إحنا بنفكر مع بعضين هو عطيني حد أقصى حد أقصى يقصد به اللي هي خمسة وخمسة من عشرة أو أقل خمسة وخمسة من عشرة أو أقل لأن كل لو هعلي تاني أو هرتفع تاني بقى كده همعرفش عد من تحت الكبري هو ده التفاع فبالتالي أخد الخمسة وخمسة من عشرة أو الأقل هل الستة وثمانية من عشرة لا هل العشرة ده كثير أول هل الخمسة أيوة تبقى الاعتبر ان احنا هنختار مين هنختار 5 متر ليه لأنه هتطل هنا حد أقصى وهي أكتر حاجة هنقف عندها خمسة أو خمسة من عشرة ما ينفعش نزيد عن كده أقل من كده أه مين اللي أقل في الأعباد اللي قدامنا أو الأتقام اللي قدامنا هي خمسة متر طب لو جات لي يا لافتة تانية بيوضح فيها أسعار التخفضات لبعض الملاب مكتوب عليها خصم يبدأ من 500 جنيه يبقى أول خصم يقابلني من 500 يبقى من 500 ونازل ولا 500 وطالة لا من 500 طبعا وطالة ليه لأن احنا بنعمل خصم حاجة غالية فنحنا بنعمل خصم فالفرصمات دي الحد بتاعنا دي بايتنا أول ما نبدأ هنبدأ بالفرصمي هنعمل خصم يبدأ من 500 جنيه تخدم اللافتة لتحديد أي سعر يحصل على خصم يطر أي سعر بقى تحت من اللافتات دول هيتعامل عليه خص نبص شوية المية ده اللي هننفع ده هينفع ولا 225 و 5 من 10 ولا 600 ولا 88 هنبص مع بعضين هنشوف ونقول تان أسعال تخفضات يعني فيه سيل في المحلات وهيبدأ لما يكون 500 يبدأ من 500 جنيه جبت حاجات ب500 جنيه يعملك على خص طيب جبت حاجات هتبدأ منين وانت قلت ب500 جنيه طيب ينفع جيب أهل من 500 جنيه ونعمل خص لا ده هيددأ من 500 جنيه يبقى 500 جنيه وأقل منها 500 جنيه وأزيد منها 500 جنيه وإيه وأزود منها كل ما نزيد شغل كل ما يزداد الخاص يبقى هناخد أبو 100 جنيه لا 225 و 0.5 لا يبقى هناخد دي الأزيد من ال500 هيبقى مين هيبقى ال600 جنيه يبقى كل ما نشتري ب500 ونزيد يبقى معناها هيحصل لي خاص ففين الأعداد اللي موجودة وتنفع مع اللافتة المكتوبة اللي هي تبدأ من 500 جنيه اللافتة اللي تنفع معايا اللي هي مكتوبة عليها 600 جنيه ممتازين طيب لو تخلنا دلوقتي على المتبين لو تخلنا على الجزء الثاني بتاع المتبينة ونقول عليه ده الدلس اللي هو التالت معنا بنقول هو عبارة عن جملة رياضية عايزي نحفظ المفهوم ده جملة رياضية تتضمن علامات التباين أصغر من أو أكبر من أو أصغر من ويساوي أو أكبر من ويساوي بين مقدرين جبريين طيب أنا دلوقتي دي جملة رياضية لازم يكون فيها أصبر وأصغر وأكبر من ويساوي وأصغر من ويساوي فهيدي يقول لي دلوقتي عايزة أقول عايزة فرع بق يعني إيه معادلة ويعني إيه متبينة نفتكر مع بعض المعادلة وهي اللي تحتوي على إيه اليساوي أما المتبينة هي جملة رياضية تتضمن إحدى العلامات الأربع لموجودة قدامك أكبر وأصغر وأكبر من ويساوي وأصغر من ويساوي طيب هديك سؤال وبيقول لك حد دقايا مما يلي يمثل معادلة وأيها يمثل متبين لو ركس معايا في الأكس أكبر من خمس هل دي نقول عليها معادلة من إحنا درسناها بكده لا دي متبينة ليه لأنها عبارة عن جملة رياضية تحتوي على مين تحتوي على بإيه علامة التبين صح كده بين مقدارين جابريين صح كده يبقى دي نقول عليها ايه متبينة برافو عليكم طيب لو جيت للتانية اللي هي 2x بتساوي عشرة 2x بتساوي ايه بتساوي عشرة 2x بتساوي عشرة لو لاحظنا هنلاقي كلمة يساوي هنا مفيش علامة التبين إذن دي معادلة ممتازين طيب الجملة اللي بعد كده يشطط الـ x أصغر من ويساوي السالب 2 هنلاحظ هنا انها فيها علامة التبين أصغر من ويساوي السالب 2 يبقى دي نطلق عليها ايه نطلق عليها ايه متبين طيب واللي بعدها لو جيت هنا وقالت لك x زائد 5 بتساوي عشرة دي عبارة عن ايه عبارة عن طرفين أو مصجرين مبينهم يساوي اهي يبقى اسمها معادلة يبقى الجزء التاني هنا في الجزء اللي نتكلم فيه نتكلم عن المتبين عايزين نعرف المتبين وعايزين نعرف المعادلة خدنا المتبينة دلوقتي انها جملة رياضية تتضمن باحدة علامات التبين اللي هي اصغر او اكبر او اصغر من ويساوي او اكبر من ويساوي بين مقدارين جبريين قلت لك انت فاكر المعادلة قلت لك ايه هي عبارة عن مقدار جبري عبارة عن مقدارين جبريين ويكون بيبقى فيهم ويعرفنا الفرق بين المتبينة ويعرفنا الفرق بين المعاجر تمام؟ يلا ندخل على السؤال اللي جاي السؤال اللي جاي بيقولك يا شاطر لو بيتقلت لك مثل حلول المتبينة الآتية على خط الأعداد عايزة أعرف يعني إيه حل المتبينة لو أنا عطتك متبينة اللي هي X أصغر من 2 عايزة أمثل على خط الأعداد أو مرسم له خط الأعداد كده وشوف العدد اللي مكتوب لي جنب اللي هي المتدار بتاعي أو في المتدار بتاعي مكتوب لي 2 X أصغر من 2 أروح أحط رقم الخط الأعداد برقام القاتية هبدأ بـ 2 هبتكينا الصفر في النص زي ما احنا متعودين وهنمشي يمين لعداد تزيد ونمشي يسار لعداد تقل مشيت يمين لعداد تزيد 1, 2, 3, 4 وعلي يسار سلب 1 سلب 2 سلب 3 سلب 4 سلب 5 سلب 6 تمام؟ وبعدين يا مثل احنا بقى هنا بنقول X أقل من 2 واضح؟ تمام؟ لما أقول X أصغر من 2 هل الـ 2 دي اللي أنا حطت تحتها خط أخدها معي وحددها على خط الأعداد ولا لا 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 أخدها لأنه لأنه لا أضحي عالمة اليساوي مع الأزغر منه لا أضحي عالمة اليساوي هنا في عالمة التباية أضحي أزغر منه وسيكت أزغر من الـ 2 يبقى أن الـ 2 لا يجيش معي في الحل ودايماً إحنا بنختار هنا على خط الأعداد بنمشي به أعداد صحيح بنمشي به أعداد إيه؟ صحيح فبالتالي X أصغر من الـ 2 يبقى أن الـ 2 بيش أخدها وطبعاً دي أعداد الصحيحة اللي قدامنا طيب حلو أقول الأزغر من الـ 2 مين؟ أروح أقوله عند الـ 1 صح؟ يبقى أنا أخد دي يبقى أنا هنا هعمل دايرة هند وأعمل دايرة عند الصفر تمام؟ وأعمل دايرة عند السالب 1 وأعمل دايرة عند السالب 2 وهكذا إلى إلى آخر اليسار ليه إلى سالب ملانية كل ده هيتأخذ معي يعني أنا دلوقتي لو وضحت وقلت لك أنا هبدأ من إيه؟ هبدأ من 1 ليه؟ لأنه ما عمل ليش عملية الإيه اليساوي هنا يبقى بنبدأ بالعداد الصحيحة اللي هي بدايتها 1 حطت القرس بعدين حطت دايرة عند الصفر نمشي اتجاه إيه؟ يسار اتجاه للايه لليسار ليه يا ميس؟ عشان الإكس أصغر من 2 وهاخد السالب 1 وهاخد السالب 2 كل ما هو أصغر من الاتنين وهدي سالب 3 وهدي سالب 4 وسالب 5 وسالب 6 مشيش اتجاه اليه صار لأن المتبينة بتقول لي إكس أصغر من 2 ومخدتش 2 عشان ما فيش عمل علامة إيه؟ التساوض طب لو جيت قلت لك مثل حل المتبينة الآتية على خط الأعداد إكس أصغر من 2 رسمت خط الأعداد وهبدأ أعد وحط عليه الأرقام برضو 0 1 2 3 4 5 ممتازين كله بيشتغل معي بالألم معي وبالصفحة بتاعتك وبتشتغل معي سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6 رقمنا خط الأعداد بعد مرقمناه عارفنا أن الإكس أصغر من 2 يبقى عندي هنا الإكس هتمشي في اتجاه الصحيح العداد الصحيحة بتاعتنا هنمشي في اتجاه الصحيحة يبقى العداد الصحيحة بتاعتك هتبدأ من كام هتبدأ من 2 هل في يساوي لا مفيش يساوي برضو هل الاتنين أخدها معي لا مش أخدها معي عشان مافيش علامة التساوي حلو مافيش علامة اليساوي أو التساوي يبقى معناها مااخدش الاتنين مين بقى أكبر من الاتنين ما هو بيقولك إكس أكبر مين أكبر من الاتنين يبقى الثلاثة والأصبع ممتازين والخمسة وهكذا إلى مالة نهاية طب نشوف تاني مع بعض هناخد الاثنين؟ لا مش هناخدها ليه؟ عشان مفيش علامة التساوي ممتازين هبدأ من كام؟ هبدأ من ثلاثة وبعديها الأصبط أصبع وبعديها الأصبط كام؟ خمسة ليه؟ لأنه هو بيقول لي إكس أصبر من اثنين لأنه بيقول لي إكس أصبر من ايه؟ من اثنين يبقى فيه مننا دوقتي عشان نمثل شعور المتبينات نستخدم خط الأعداد باللي هو خط الأعداد الصحيحة اللي بتشمل على الأعداد الصحيحة السالبة والصف والأعداد الصحيحة المجرد فلما جاء حط المتبينة الأولى وقال لي إكس أصبر من اثنين يبقى احنا هنا بنحل متبينة للأعداد الصحيحة فالإكس أصبر من اثنين ومفيش علامة التساوي يبقى ما أخدش الاثنين وإنتاجه يساء من أول الواحد تمام ولما تكون الإكس أكبر من اثنين في المتبينة التانية يبقى معناها ان احنا الاتنين مش هناخدها لان ما فيش علامة التساوي ونبدأ من اول كام يا شطار بنبدأ من اول تلات ممتازين عافية على اولاد طب يلا نشوف المثال التاني برضو مسل حلول المتبينات الاتية على خط الايه الاعداد جلتلك متبينة بقى اكس اكبر منه ويساوي السالب واحد احط له خط الاعداد زي ما احنا متعودين ونزبط عليه الارقام صفر واحد اتنين ثلاثة اصبعه زي الاعداد الصحيحة اللي خدناها قبل كده اهو خط الاعداد الصحيح حطناه يبقى منحل المتبينة بالاعداد الصحيح اكس اكبر من ويساوي سالب ايه سالب واحد هنلاحظ ملاحظة هنا في المتبينة دي شايفين المتبينة دي عاملة ازاي فيها ايه فيها اليساوي اللي احنا عمين ندور عليه طيب هل ناخد بقى السالب واحد طبعا ليه عشان فيه يساوي طب والإكس أكبر من و يساوي السالب 1 يبقى أول دائرة أضعها أضعها على مين؟ أضعها على السالب 1 طب بالإكس أكبر يبقى هنبدأ من سالب 1 عشان فيه علامة يساوي وأكبر أكبر يعني نمشي اتجاه اليمين نمشي كده اتجاه اليمين يبقى أنا أحدد سالب 1 لما بدأت مجموعة الحل بتاحتي على خط الأعداد وهاخد معاها الأكبر منها الصف وهاخد كمان الواحد برافو عليك ممتازين بعدين هناخد الاثنين ها وإيه كمان الثلاث ممتازين أربعة شطار خمسة أحسنتم يبقى هنا المتبينة بتحتي خدت معايا السالب واحد ليه عشان فيه علامة اليسار فبدأت بالوقت تمثيل حل المتبينة بتاعي أول حل فيه هنبدأ بالسالب واحد بعدينها صفر بنجبر يبقى نتجه لليمين صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة إلى مالة نهاية طب فيه متبينة تانية مث أو فيه متبينة تانية اهي اكس أصغر من ويساوي السالب ثلاثة برضو هنرسم خط الاعداد وأحدد الأزقام من نص الصف وعلى يمين الاعداد الصحيحة المجرى وعلى اليسار الاعداد الصحيحة السالب صفر واحد اتنين تلاتة زي ما معلمكم أربعة خمسة أروح يسار الخط أقول سالب واحد سالب اتنين سالب ثلاثة سالب أربعة سالب خمسة سالب ثلاثة حدثت خط الاعداد اروح حدث بقى ايه الحل بتاع المتبين ابتدي من يل الحل بيقولك اكس أصغر من ويساوي السالب ثلاثة هل السالب ثلاثة معاي في مجموعة الحل ايوة سالب ثلاثة هتاخدها معاي فيه عشان فيه يساوي نروح نشوف سالب ثلاثة انا اوقف عند السالب ثلاثة اهو انا اوقف عنده هو بيقولي الاكس أصغر ويساوي خدت لك السلب 3 وأصغر يبقى هامش الاتجاه أمشي نحية الصغير صح نحية اليسار يبقى أخذ سلب 3 معاه وبعدها الأصغر منها سلب 4 وبعدها سلب 5 وبعدها سلب 6 كده يبقى صح يبقى أنا عندي المتبينات لما نحط علامة اليساوي أخذ العدد اللي موجود في المتبينا X أصبر من ويساوي السلب 1 بدأت بالسلب 1 واتجهت يمين لأنها أكبر من خدت X أصغر من ويساوي السلب 3 خدت معايا في مجموعة الحل سلب 3 ومشيت نحية اليسار لأن العلاقة هنا أو نوع التباين هنا أصغر من ويساوي تمام طيب يا أولاد لو أنا جيت وقلت لك اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواص لو قلت لك كل ما يلي يمثل متباينة مع عدد عطتك الاختار الأول X أكبر من ويساوي 5 وعندي به X أقل من الثلاثة وعندي اللي جين X بالساوي 6 وعندي X أصبر من 2 كل ما يلي يمثل متباينة مع عدد روح كده عند الألف هل X أصبر من ويساوي الخمسة دي متباينة أيوة متباين دي بقى سيبها احنا عايزين مع عدد مين اللي ما بتمثلش متباينة الأولى متباينة والدي متباينة لأن X أصغر من الثلاثة طب وديم X بتساوي 6 ممتازين أيوة كده تبقى إيه معادلة دي مش متباين طب دال دال X أكبر من 2 دي متباين يبقى مين فيهم اللي ما عدا كله بيمثل متباينة ما عدا X بتساوي 6 يبقى أنا اخترت رقم كام اخترت رقم جين طب لو جيت قلتلك رقم 2 نقط هي جملة رياضية تضمن علامة التباين بين تعبيرين رياضيين يبقى هنا الجملة رياضية هل يطر أقول عليها المجهول ولا أقول المقدار الجبري ولا أقول المعادلة ولا أقول المتباينة نقول تان هي جملة رياضية تتضمن علامة التباين بين تعبيرين رياضيين من هي اللي بيضحط فيها علامة التباين طبعا المتباينة ممتازين يبقى احنا هنختار المتباينة لسه أخذيها مع بعضنا النهار حلو طيب أدخل على السؤال اللي بعض الجملة الرياضية 3x بالساوي 6 تمثل تمثل 3x بالساوي 6 تمثل يطرى دي بتمثل إيه هل يطرى بتمثل علامة التباين ولا المقدار الجبري ولا المعادلة ولا المتباين رح نراها تاني 3x بالساوي 6 هل دي علامة التباين يعني دي أصبر أو أصغر لأ هل دي المقدار الجبري لأ المقدار الجبري مفروش في ساوي المعادلة أيوة المعادلة يبقى دي بتمثل إيه شطار المعادلة عشان فيها إيه فيها يساوي طيب بتتمثل المتباينة لا ده مش حدث لي لأ أصغر ولا أصغر ولا أصغر من ويساوي ولا أصغر من ويساوي طيب لو جيت سألتك السؤال اللي بعد كده وبقول لك أي من القيم الآتية تعتبر أحد حلول المتباينة x أصغر من ويساوي الصفر طيب نفكر كده مع بعض القيم الآتية تعتبر أحد حلول المتباينة احنا كنا بنجيس حلول المتباينة ازاي بالوقتي كنا بنجيبها من خلال خط الأعداد مش إحنا جسلنا كذا خط أعداد دلوقتي ومثلنا المتباينات تمام أنا بقول لك x أصغر من ويساوي الصفر يبقى في الوسط لو حطت صفر كده عشان بس تنركز مع بعض في الحل حطت صفر وهنا زي ما قلنا بالرقم في خط الأعداد لما يجي يمثل هنا أو يعوض فهنا بنقول ثالب 1 اللي على صر الصفر يقى ثالب 1 هنا ثالب 2 تمام وعندي ثالب 3 هلو كده أنا سويت خطف اللي عامل بيقول لك x أصغر من ويساوي الصفر طيب معناها الصفر معنا أيها الصفر معنا طبعا هذه هياخد الصفر هذه الدائرة بتحتي اللي أنا هعملها هذه الصفر أصغر x أصغر من ويساوي الصفر خط الصفر عايزين أصغر أصغر يبقى هاتجه نحية مين هاتجه نحية اليسار هاتجه نحية اليسار لأن العدد هنا بتصغر بتقل أصغر يبقى هاتجه نحية السالب 1 صح كده واخد السالب 2 لأنني أمثلك على فكرة فأخط العدد عشان يبقى الحل بتاعك نموذج وقادي السالب 3 وهكذا بقى طبعا إلى سالب ما لا نهاية تعالوا نشوف الحرور اللي عطيه لنا عطينا هو بيقول لك أي من القيم الآتيات اعتبر أحد حرور متبين ها سالب 2 تنفع تعالوا نبصوا على خط الأعبال أيوة تنفع لأنها أحد حرور متبين سالب 2 تنفع طب والبي بيقول لك صفر هل الصفر ينفع أيوة الصفر ينتخد معي هو يا مسر انت نظل الله طيب السالب 1 ينفع ها ايه رأيكم الواحد ينفع ده 1 الجيم دي خط الجنبية هل الواحد ينفع لا الواحد ما ينفع هل الواحد خدته معك في الدوائر لا يبقى من اللي ينفع بيقول لك فدان آلف وبي انت قلت على سالب 2 تنفع يعني دي تنفع ودي تنفع بس مين الاختيار الصحيح الاختيار الصحيح هاخد آلف وبه مع اللي هو اختيار بال ممتازين أي من القيم الآتية تعتبر أحد حلول المتبينة اللي هي مين بقى x أصبر من ويساوي سالب ثفة اعمل ايه انا عايز اشوف في الحل التي عمتبين هاخد معايا مين أصلا على خط الاعداد واللي هحدده بالدايرة اللي هو السالب ثفة تمام يبقى انا لو يسمت خط اعداد زي ما علمتك اهو اجسم خط اعداد زي ما علمتك وحطين عليه الأرقام هنا الصف هنا صف وطبعا اللي علمين كله واحد اتنين ثلاثة وهكذا كده بنزيد واللي علي صار سالب واحد هه سالب الثنين ممتزين احسنتم سالب اثنين وهنا هعمل سالب ثلاثة وهنا هعمل سالب اصبع وهكذا زي ما احنا تعلمنا علشان نحدد القيم اللي ناخدها في مجموعة الحل وهنا سالب خمسة وهنا سالب ستة زي ما هو طلبه مني في المتبينة اللي قدام تمام وانا بكتب اخلي بالي ان هنا ال اكس اكبر من ويساوي السالب ستة يبقى السالب ستة اخذها معنا في مجموعة الحل طبعا السالب ستة دي اساسية العدد الصحيح سالب ستة ايوة اخذه طب ال اكس اكبر اكبر يبقى هاتتجه نحية ايه شطار هاتتجه نحية اليمين يعني هاخد خمسة وهاخد سالب خمسة واخد سالب اربعة اخد سالب خمسة وسالب اربعة وسالب ثلاثة واخد سالب اثنين كل اللي علي مين واخد الى مال نهاية الاعداد بتزيد هنا ال اكس تكون كبير اكبر من السالب ستة وتساوية نحن نشوف الحلول اللي عطيهان عطينا السالب ستة معك في مجموعة الحل ايوة معايا ليه لانا موجود على خط الاعداد ايوة سالب اربعة معايا في مجموعة الحل ايوة موجودة ايوة ما انت بحددها فوق يمس ومزللات وتجين يبقى اعطيك سالب خمسة موجودة ايوة موجود يعني يعني سالب سالب وعطينا سالب اربعة وعطينا سالب خمسة يبقى الاجابة صحيحة من يبقى جميع ما سبق الاجابات كلها صحيحة يبقى فدال جميع ما سبق ممتزين طب لو قلت لك اي من القيم الع atية لتعتبر احد حلور متبينة x أصبر من الثلاث رحت الكتبتلك الاعداد قال 2 وكتبتلك به 2 واحد من 10 وكتبتلك 1 و 8 من 10 كتبتلك بال جميع من السبق نرد نقول ايه اي من القيم الع atية لا تعتبر احد حلور متبينة x أصبر من 3 اقول انا م حلة اللي بيكون ايه؟ خط الاعداد. فيه لازل حلة ذهنية مفيش مشكلة. بنقول هنا هالرقم. هنا نقول السفر زي ما احنا اتكلمنا. وهنا واحد. وهنا اثنين. وهنا تلاتة. صحي كنا? وفيه كمان اصبعة وخمسة الى مالة نهاية. وفيه هنا على اليسار سالب واحد. سالب اثنين. سالب تلاتة الى سالب مالة نهاية من جهة اليسار. هو بيقول لك اكس اكبر من الثلاثة. اولا الثلاثة اخدها معي. قال لي لا. اما الاكس هتبدأ من اين? هتبدأ من اول اصبعة وتتجه يمينا للارقام بالزيد. لانه قال لي المتبينة اكس اكبر من الثلاثة. فهاخد الاصبع اللي انا حددتها دي. لان الثلاثة مش هتبتاخد لنفيش يساوي. نحن نشوف بقى من الحلول او من القيم الاتية لا تعتبر احد حلول المتبينة. المفروض المتبينة يكون حلها من بداية من اصبع. روح ويقرأ الارقام اللي اعطانك في الاختيارة. ويقول لك لا تعتبر احد حلول. يعني ما تعتبرش حلول للمتبينة. هل الاتنين حل من حلول المتبينة اللي قدامنا? هل انت اخدت اتنين معاك? لا. هيبقى دي برضو واحدة. يبقى انا كده دي لا تعتبر فعلا. طب اتنين واحد من عشرة ايوة. برضو لا تعتبر احد الحلول. لا تعتبر احد الحلول. مش هاخدها معايش الحلول. طيب واحد وتمانية من عشرة لا تعتبر احد حلول المتبينة. اذا الاتنين لا. والاتنين واحد من عشرة لا. والواحد وتمانية من عشرة لا. يبقى إذاً الإجابة بتاعتي هتبقى جميع ما سبق الجملة منفية يقولك أي من القيم الآتية لا تعتبر أحد حلول متبينة أنا مش عايزة هتبقى حل من حلول متبين ال2 ماتخدتش وال2 و1 من 10 ماتخدتش وال1 و8 من 10 ماتخدتش كل ده لا ينتمي لأحد حلول متبينة فأحكده يبقى إذاً الإجابة بتاعتي تبقى جميع ما سبق يبقى لما اجي اجاوب على القيم بتاعة احد حلول المتبينة زي اي من القيم الاثية تعتبر احد حلول المتبينة x أصبر من ويسار السالب 6 حددت هاله عن طريق خط الاعداد واعرف ان ال x من حلول المتبينة بتحتي هتمشي من في الاتجاه الكبير والموجب ولا هتمشي يصار في الاتجاه السالب فهنقول هنا ال x أصبر من ويسار السالب 6 خط السالب 6 معايا وهي رح احد الحلول وهنتجه يا مينا نبقى كل الحلول اللي علي مين هناخدها فبالتالي هنا خط جميع ما سبق لأن الأرقام كلها سالب 6، سالب 4، سالب 5 طب لو حطبت لي سالب 7 ينفع أخذ النجيح أحد حلول المتبينة لو أنا حط في الاختيارات بتاعت السؤال أي من القائمة الآتية تعتبر أحد حلول متبينة X أكبر من ويساوي سالب 6 هل سالب 7 ينتمي لأحد الحلول؟ لا ليه؟ لأن إحنا بدأنا من سالب 6 لكن لو أنا كتبه هنا سالب 7 ما تستخدش معايا من أحد الحلول لا تعتبر أحد حلول المتبينة طب أي من القائمة الآتية لتعتبر أحد حلول متبينة X أكبر من الثلاثة لما نسمت خط الأعداد وجيت حدث ما عنديش كلمة يساوي ما عنديش علامة يساوي فإذا بدأت من بعد مين؟ من بعد الثلاثة في اتجاه مين؟ انتجاه الموجب اللي هو نحية اليمين لأن X أكبر فيأخذ اللي أكبر من الثلاثة من هو اللي أكبر من الثلاثة؟ اللي أكبر من الثلاثة هو عبارة عن أصبع طيب هو بيقول لك عايزين لا يعتبر أحد الحلول بقيم التي لا تعتبر أحد الحلول هل الاثنين اللي هي لا تعتبر أحد الحلول؟ أيوة الاثنين لا تعتبر أحد الحلول الاثنين وواحد من عشرة لا تعتبر أحد الحلول الواحد وتمانية من عشرة لا تعتبر أحد الحلول المتبينة يبقى الإجابة الصحيحة جميع ما صبق كلهم لا يعتبروا أحد الحلول لأنهم كلهم على اليسار والإجابة كانت تبدأ من كام أو حل المتبينة يبدأ من كام بيبدأ من أربعة من على اتجاه الموجب اللي هو الاتجاه الكبير اللي من ناحية اليمين طيب أنا كده النهاردة تعلمت تعلمت تحليل المواقف وأحدد كيف تختلف عن مواقف المعادلات طي تعلمت كمان استخدام خط عدد لتمثيل حل المتبينة بكده تكون خلصة حلقتنا النهاردة فأنا معكم الأكداز عبي حسني أحمد إدارة نفس التعليمية محافظة بن سريف على أمل اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته